تطور الإنسان الجزء التاسع عشر وخطوات أخرى بشرية بالإضافة لخطوات ليطولي تؤكد خطأ التطور جملة وتفصيلا وقبل ما تجري لأن الموضوع بيزهقك اعرف إن أولادك ده اللي بيغسلوا بهم مخهم علشان بطريقة غير مباشرة يدفعوهم لترك الإيمان ويتجهوا للإلحاد وهل في حاجة أهم عندك من أبدية أولادك فعلى أقل يبقى عندك شوية حاجات تعرفها بس ولو فكرة عامة بسيطة جدا حتى لو مش مجال تخصصك لكن على أقل إيه اللي بيتقلوا أولادك في المدارس والجامعات عشان لما تستغرب من تصرف ابنك ولا المشاعر الفترة تجاه الكتاب المقدس ولا الكنيسة تعرف بيحصلوا إيه وبيتقلوا إيه خطأ في الكلية ده المهم اللي عايزة لفتنصر حضراتكم ومصدعكم من ست سنين فاتوا في الموضوع فناخد الموضوع ده مع بعض وحاول باختصار شديد كالعادة ولكن الموضوعات فيه تفصيلات كتيرة لأنه دايما يقولوا لأولادكم الصورة عامة ما يدهومش التفاصيل اللي فيها العكس واللي تثبت التصميم وتثبت الخلق ولكن ما يدهومش الصورة دي بدأنا في الحفريات اللي بتقدم خطأ في إدعاء تطور الإنسان وعرفنا أن كل الكلام ده منهوش وجود لا عندنا أي جد وراء مراحل وسيطة من الأول للجد الحياة خليني أعرض لحضراتكم الصورة التوضحية اللي بتوضح الموضوع ده سلسلة تطور الإنسان المفروض بدأ من الجد المشترك لكل الكائنات الجد المشترك ده اللي كان من 3.5 مليار سنة وغيروه بـ 3.9 مليار سنة فين الجد ده اللي هو يشبه غير حقيقية النواة ده ملوش وجود أي حد بيؤمن بالتطور حتى الآن قدمني الجد اللي بدأ الحياة قدمني حفريات وعندنا حفريات على فكرة البكتيريا مش هيقدر يتحجب ان هو مش موجود عندنا حفريات البكتيريا والمفروض كمان الجد ده قاعد يتطور فيه 2 مليار سنة لغاية ما تحول إلى النطاق اللي هو الدومين حقيقي النواة طب فين مراحل تطوره مفيش بل درسناها ان هي اصلا ما تنفعش طب فين الجد المشترك لكل حقيقيات النواة مفيش بعد كده قاعد مليار ونص ثاني عشان يتطور من الخلية الوحيدة حقيقية النواة للخلية الحيوانية اللي تشبه لها الأنيمالية اللي اطلعت مفروض من 590 مليون سنة فين مراحل تطور مفيش الجد المشترك لكل الحيوانات والمملكة الحيوانية مفيش حد يقدر يقدمهولي حد يقدر يقدملي 3 ونص مليار سنة من رحل تطور فين حفرياتهم والمفروض ان ده تطور لكذا شعبة طلعت من شعبة من 530 مليون سنة اسمها الحبليات الكورديت مراحل تطور الحيوان وحيد الخلية الجد للحبليات فين مفيش طب الجد المشترك لكل الحبليات ليس لهم وجود والمفروض تطور لكذا تحت شعبة واحدة منهم الفقريات طب فين مراحل تطور الحبريات الحبليات للفقريات ما عندناش طب فين الجد المشترك لكل الفقريات فين حفيتو اللي ساد لوحده ده اللي بيقي فقري اللي بيقي صعب مفيش المفروض طلع منه كمان كتير فوق صف منه فوق صفه مهم الرباعيات اللي بقى تطور ويبقى ساد في البرية لوحده فين مراحل تطور الفقريات للرباعيات مفيش ودرسنا الخدع بتاعة التكتاليك والسيلاكانس والخرافات دي كلها وكارثة برضو الخطوات ما هيناك تشبه الموضوع بنتكلم عليه كارثة وجود خطوات برية من الكامبريان ومن طبقات من 500 و 400 مليون سنة قبل مراحل تطور المفروض الفقريات اللي في المياه للرباعيات البرية المفروض طلع منه كذا صف منهم صفه مهم الساديات فين مراحل تطور الرباعيات للساديات ما كانش ينعز طب فين الجد المشترك لكل الساديات مش عارفين مرة يقولون نفار مرة يقولون نفار مرة يقولون نفار طب مش عايزين افتراضاتكم عايزين العلم الملاحظ المختبر طلع منه كذا تحت صف منه تحت صفه مهم الماشينيات طب بين مراحل تطور الرباعيات للسديات للمشيميات مفيش طب الجد المشترك للمشيميات مفيش مع ملاحظة احنا بنتكلم على تطور جهاز تناسولي اي شيء غير مكتمل اثناء التطور التدريجي ده ما بيخلفش ميت ازاي تطور تدريجيا بعد كده المفروض طلع منه كذا تحت ردبة من المشيميات طلع منها بقى الرئيسيات البريميتس فين مراحل تطور المشيميات للرئيسيات ولا عندهم فكرة طب فين الجد المشترك لكل الرئيسيات غالي بس الطلب اغلى لانه ملجوش وجود طلع منه كذا تحت مرتبة منها المرتبة اللي طلعت تحت مرتبة اللي طلعت منها قردة اللايمور مراحل تطورها مفيش وطلع منه تحت مرتبة تانية قردة جافة الانف مراحل تطور رئيسيات لقردة جافة الانف مفيش طب الجد المشترك مفيش طلع منه كذا فوق عائلة منها فوق عائلة طلعت منها إيه البابون طيب فين مراحل تطور القردة دي للبابون مفيش طيب وطلع منها كمان قردة اللي هي الحامنويديا طيب فين مراحل تطور القردة الجفة الأنف للحامنويديا مفيش طيب الجد المشترك ديهم كلهم مفيش طلع منهم كمان عائلة الجبونات طيب فين مراحل تطور مفيش وطلع منهم وكمان عائلة تانية مهمة اللي هي القردة العليا اللي هي الهمني داي طب فين مراحل تطور الهمنيوديا للهمني داي؟ مفيش طب فين جد المشترك لكل القردة العليا؟ اللي طالع منه كلهم كلهم من الغوريلا والشمبانز والأورانجوتان والإنسان وكل الكلام ده مفيش طالع منهم كذا تحت عائلة واحدة بطلعت منهم الأورانجوتونات مراحل تطورها فين؟ رغم أن أورانجوتان مميز قوي مفيش مطلع منهم تحت عائلة تاني اللي هي اسمها تحت الإنسانيات يعني لسه في القردة الهمني ناي في مراحل تطور القردة العليا اللي تحت الإنسانيات؟ مفيش طب فين جد المشترك لكل تحت الإنسانيات؟ درسنا الموضوع ده بالكامل ووصلنا للنهوش وجود وحتى اللي حاولوا يدعوه بعد كده أسفين معلش لكن سايبينه في الصور لكن في المراجع بيقولوا العكس طلع منه كذا قبيلة منها قبيلة طلعت منها الغرلات طب مراحل تطور الغرلات فين؟ ولا الهواء طلع منه قبيلة تانية اللي طلعت منها ما يسمى بأشباه البشر بس هم لسه كده ده هم من ييمين طب فين مراحل تطور تحت الإنسانيات لأشباه البشر؟ مفيش فين مراحل تطور العائلة للقبيلة؟ ولا حفرية والمفروض أشباه البشر ده طلع منهم الشمبانزي اللي تفصل من خمسة وشوية مليون سنة عن الإنسان عن الرحلة اللي هيكمل منها القرد اللي هتبقى فيه مبعد الإنسان ويطلع من أشباه البشر؟ الهامنينة شبيهة الإنسانيات مراحل تطورها فين؟ مفيش ودرسناها ومعرفنا كل الإدعاءات الكاذبة التاريخية اللي تقالت في هذا الأمر وهي دي من بداية اللون الأحمر ده هو ده الخناءة كلها في الحفريات بقى الكتيرة وأردي ولوسي وإنسان جواه والكلام ده كله في الجزء ده بس كل الخناءة في الجزء ده رغم من الرحلة من أربعة وواحد من عشرة مليار سنة ملهاش حفرية لمرحلة وسيطة ولا جد مشترك وجايين بس يتخنقوا في الحتة دي يجيب شوية عظم القردة ويخلطوها مع عظام بشرية وقدمت الموضوعات دي قريدي أمثلة ويحاولوا يدعوا التطور فما عندناش أي جد من الرحلة دي كلها لغاية ما وصلنا لما يسمى مع قبل البشر مع ملاحظة وأنا بركز عليه الجد الرباعي للمفروض ساد في البرية الوحده من 390 مليون سنة ده الوحده ملهوش حفرية واحدة ده لقيل سليه وأعيق أعضاء طبعين ده أول حيوان تمشى في البرية وتمختر براحته من 390 مليون وده اللي طلعت منه كله الديناصورات والسديات وكله ملهوش حفرية ما عندناش أي جد مشترك ولا مرحلة وسيطة ولا تدرج على الإطلاق لغاية ما نوصل لأربعة مليون رغم أن الإنسان الطبيعي لألاف الحفريات القردة لها ألاف الحفريات الأجناس المميزة اللي انضثرت لها مئات وألاف الحفريات ومراحل التطور دي كلها ملهاش حفرية واحدة عرفنا كمان كل دول البلوبيثيكاس البروكنسول الريوبيثيكاس الريوبيثيكاس السهيلانثروباس والكذابة والأرورين والكذابة بنوعينها كلها أجناس وتنوع من أجناس عبارة عن قردة وأقر بوضوح قردة طب ليه لسا سيبينهم في الصور اللي بتخدع الطالبة ويفكرون دي مراحل تطور؟ ليه بتخطها لهم في الصور زي دي؟ ليه؟ ليه الطالب يشوف صورة زي دي ورغم أنتو عارفين أن دولا مش مراحل تطور؟ هو ده العلم التطور اللي بتقدموه وكلهم اللي احنا قلناهم دولا فيه معادة الراميداس كلهم عظام صغيرة جدا متفتتة ولازلنا حتى الآن في الهامينين اللي هي خلاص الشامبانزي طلع بره اللعبة من زمان من خمسة وتمانية من عشرة مليون كويس؟ ودلوقتي عدينا الأربعة مليون وابتدينا فيه مرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة الأسترالوبيسكاس عرفنا في الجزء الخمستاشر فكرة عامة على الأسترالوبيسكاس بمراجع كثيرة أنه كل صفات الأسترالوبيسكاس في معادة أحد أنواعه الصبايبة تطابق الشامبانزي القذب ودرسنا أول واحدة فيهم أقدم أسترالوبيسكاس وعرفنا كلمة بيثيكاس معناها الأرد القرد الجنوبي ودرسنا أسترالوبيسكاس وعرفنا التزوير اللي تم فيها جابوا عظمة زراع بشري وتبيع عظمة صاق بشرية وحطوه من منطقتين مختلفتين من دولتين مختلفتين وحطوهم مع فك وعظام صغيرة لقردة من شامبانزي عشان يخلوها مرحلة وسيطة وده بإقرار وأبحاث العلماء وللأسف ده الأسلوب المتبع فيه أغلب حفريات الأسترالوبيسكاس بدأنا في الأسترالوبيسكاس أفرانسس اللي منها لوسي وقربنا نوصل للوسي أو ما يسمى بالقرد الأفريقي الجنوبي أسترالو جنوبي بيثيكاس قرد أفرانسس جاية من عفار أو أفار اللي هي في أفريق القرد الأفريقي الجنوبي من أفار وعرفنا في الجزء السابق كارثة اكتشاف خطوات دشرية طبيعية ولكن للأسف نسبوها زوراً لمرحلة أسترالوبيسكاس أفرانسس نسبوها زوراً للجنس بتاع نوصل اللي تطابق الشمبانزي القزي ليه؟ عشان يدعوا أنها مرحلة وسيطة فالخطوات اللي اكتشفوها في لايطولي سنة 1976 بواسطة ميريليكي في تنزانيا وحددوا عمرها في الأول من 4 مليون بعد كده غيروها بـ 3.7 من 10 ومرة يقوله 3.6 ونص يعني قبل لوسي بـ 4.5 مليون سنة أو 400 ألف سنة أستاذ سابينير خلي بالك أنت بتكتب حاجات غريبة على التكست غالباً حدد دايس على الكيبورد بتاعه يعني قبل لوسي بنص مليون سنة حسب فرضية أعمار الطبقات الخطأ واللي هي أثار خطوات بشر طبيعيين لقيوا أثار خطوات بشر طبيعية تماماً في كل شيء قبل لوسي وبدل ما يعترفوا بخطأ التطور حابوا يتنوا عنوق الحقيقة وينصبوا الخطوات دي للوسي كذباً بما فيه الخطوات بشرية طبيعية عادي جداً بما فيه الأصبع الكبير اللي متجف مع إيد الأصابع ونفس الشكل الأصابع البشرية القدم البشرية وبطن القدم والقوس والكعب بالكامل وأيضاً الأبحاث وضحت ما تنفعش اللوسي ولا جنسها اللوسي اللي طولها 90 سنتي والجنس بتاعها ما بين 90 إلى 105 سنتي دي خطوات بشر طولهم ما بين 160 إلى 180 سنتي ما تنفعش كمان لوزن لوسي اللي هي زي الشمبانز القزم اللي وزناها تقريباً 29 كيلو دي الإنسان وزنه متوسط 70 كيلو ما تصلحش آثار الانتظام الخطوات إن يكون خطوات ليه لوسي اللي بتنشي بنحناء وبتترنح في كل خطوة دي خطوات بشرية طبيعية من اسلوب نقل الوزن من قدم لأخرى ومن الكعب للمشت إنسان طبيعي أيضاً سرعة الخطوات لإيوها ما تنفعش ليه أسترالي وللوسي لأنها سرعة إنسان طبيعي وكل الكلام ده درسوا علماء متخصصين وزي ما قلت كمان اكتشف دي مش أصار خطوات إنسان واحد دي عائلة ثلاث أفراد أو أكتر غالباً أب وأمه وصغير خطوات ليطولي دي لعائلة بشرية مش قبيلة قردة بتتنقط وربعة ووضحت اكتشاف عظام قدم جنس الأسترالوبيسيكس اللي يؤكد إنه شكل العظمة بتاعة عظام رجل الأسترالو اللي هي عظام رجل لوسي القدم بتاع لوسي زيه زي الشمبانزي القزم ما ينفعش يعمل هذه الخطوات البشرية أصلاً شكل العظم حتى ما ينفعش ووضحت في الجزء السابق كارثة اكتشاف كمان لقيوا مع الخطوات البشرية فك بشري ويقركنوه على جنب فين؟ في منطقة ليطولي مع الخطوات البشرية ملقوش فك لوسي اللي هي بتزابطه تطابق الشمبانزي وخاصة الشمبانزي القزم وتكلمنا عليه ليه يفك بشري؟ مع الخطوات البشرية اللي في طبقة المفروض حسب أعمار الطبقات بتاعتهم من قبل لوسي لكن دروه على جنب وأيضاً اكتشف عظام زراع بشري في منطقة اكتشاف لوسي ده بالإضافة للعظام الساق والزراع البشرية زي ما تكلمت عنها في أنامينسس بالتفصيل وأيضاً عظام أصابع أقدام بشرية طبيعين حطوها مع أرض بيسكس كذابة ومنستمرين في التزوير وعادي خالص كل ده يؤكد لكم ادعاء تطور الإنسان جملة وتفصيلاً خطأ الإنسان الطبيعي موجود في الطبقات الرسوبية أسفل أو كما يدعو أقدم من حفريات هذه القردة البيثيكس دي ولكن بالتزوير بيحاولوا يخلوها مراحل وسيطة نكمل شوية حاجات تانية في خطوات لايطولي وندخل على خطوات أخرى كارثة أخرى وأن اكتشف مع أثار الأقدام البشرية في لايطولي واللي زي ما وضحت اكتشف معها فك بشري كمان لقيوا معها أثار أقدام أنواع من القطة البرية عادي لا مش عادي لأن القطة البرية دي اللي تسمى ذات الأسنان اللي هي السابر توست عارفين دايماً لما يجبو لكم أفلام الكارتون بتاعة العصر الحاجري والعصر الثلجي وأيس إيج والكلام ده والقطب والليبان كتيق طويلة والكلام ده المنقرضة من زمان الإشكالية أن القطة دي محدد عمر انقرضها بدقة إنها ظهرت من 42 مليون سنة وانقرضت من 7 مليون سنة أوبس وأول عايز يتأكد من عمرها يرجع لسابر توست ويرجع للإنسايكلوبيديا بريتاريكا وحيلاقي إن عمرها من 42 ل7 مليون هبف لو ما يكونش الكلام ده كمان بيتغير حالياً معادي كل حاجة بيتغير عندهم واكتشاف أثار الخطوات بتاع هذا النوع من الحيوانات اتنشر في مجلة ناشونال جيوغرافيك أثناء الكلام عن هذه الخطوات اللي تطبق البشر فقالوا الأثار تبدو بشرية ودعم ناشونال جيوغرافيك وحديثة يعني هوموسيبيان زي وزي حضرتك وحضرتك أثار تبدو بشرية وحديثة جداً توجد في طبقة قديمة مثل هذه يقول هذا خبير الأثار الأقدام دكتور لويس روبينز من جامعة كارولينا الشمالية يكملوا ويقولوا بعد ما يتكلموا على تفاصيل كتير عن الخطوات اللي تؤكد أن هم البشر طبيعيين شكل الخطوات هذه هي تطابق تماماً مثلنا يعني خطوات الرجلين البشر العاديين رغم البشر العضريين وفوط طلعهم من 250 ألف سنة بس لكن ده عندنا من أربعة أو تلاتة وسبعة من عشر مليون سنة على خطوات البشر وفي نفس الطبقة مع الخطوات وقريب منها يوجد أثار أقدام صنفت بالغزلان عادي وغيرها من المخلوقات التي لا يمكن تمييزها عن كائنات الوقت الحاضر ولكن خير معهم قطة سابر ذات الأنياب أوبس وأيضاً الكلاب ذات المخالب وكلاهما الآن منقردين كانوا يتجولوا معاهم أوبار بس الكائنات دي منقردة من سبعة مليون سنة يعني لقيت خطوات أقدام إنسان من سبعة أدي نص الكلام اللي موجود في مجلة ناشونال جيوجرافيك قدام حضراتكم على الشاشة بالكامل وأدي الرفرنس إردامكم على الشاشة يعني الموضوع طلع كاسة ده حدد عمرها من أربعة مليون بالمقياس الإشعاعي لعمره ما غلط رغم أن عمره ما حددوا الحاجة عمرها محدود بطريقة تانية إلا لما طلع غلط ما علينا لكن كمان نفس الآثار معاها آثار كائن أدي الأثار الأقدام المفروضة أهي وأدي الكارنفور تراك قدام حضراتكم أدي أثار خطوات لايطولي ماشى الاتجاه ده وأثار خطوات القط اللي هو السابر ماشى في الاتجاه ده وكروس أوفر إيتش أثر وأدي الصورة قدام حضراتكم وأدي الأقدام البشرية وأدي أقدام القدر المنقرد ها إيه رأي حضراتكم إزاي ألاقي أثار بشر طبيعيين وبعد ما عبره ألاقي فوق أثارهم ومعاهم أثار أقدام قط زو أسنان المفترض أنه انقرد من سبعة مليون سنة يعني قبل لوسي باربعة مليون بس معا أثار أقدام البشر عزيزي مش هقدر أجاوب على أسئلة على التكست والتكرار عليها لأننا في قلب الموضوع أول خلص الموضوع ارفع إيدك وتحت عمرك عزيزي رجاء محبة عشان حتى الأساتذر أحباء ما تشتدوش في الأسئلة اللي بتنزل على التكست كتيري أرجع للموضوع التاني كويس؟ فأكرر كيف نجد أثار أقدام الإنسان طبيعي الهومو سابين في طبقة أقدم من لوسي حسب ما ادعو بنص مليون ولكن معا أثار أقدام النمور ذات الأسنان اللي من سبعة مليون يعني أقدم من لوسي باربعة مليون أعتقد ده يوضح قدام حضراتكم الأعمار دي غلط وكل ادعاء تطور الإنسان بالكامل غلط وبالإدعاء ترسيب البطيء للطبقات الرسوبية دي مش طبقات رسوبية تكونت في حقب ما ينفعش ألاقي أثار أقدام كائنات من حقب مختلفة مع بعض لكن كل ده يشويشوا عليه ويقولوا لكم إيه لئين أثار أقدام لوسي تؤكد أن هي بتتطور في الماشي يعني إلاه أثار واضحة تماما للإنسان الحديث ولكن في طبقة مفهاش الإنسان الحديث حسب فرضية التطور لأنها قديمة فيبحثوا عن أي مخرج فيحاولوا ينسبوها المرحلة التطور رغم أنها لا يوجد أي بحث علمي ألنها تنفعه إيه رأيكم؟ وللأسف حتى الآن يدعوا أنه إثبات أن المراحل الوسيطة زي لوشي بدأت تمشي على القدمين ويحطوا لنا الصور دي لجنس لوشي بصوا ماشية يعني شوية هتبقى مانيكان وتطلع تقدم عرض أزياء بالمشيات الرشيقة بتاعتها وبصوا عملو لكم أشكل القدمين إيه؟ أقدام بشرية وأصار أقدام بشرية رغم أن هي كل الأبحاث لا من ناحية الوزن ولا الطول ولا الانتظام ولا شكل عزام القدم ولا غيره تصلح لهذا العمر وشرحت لكم سابقاً اللي هي الحفرية بتاعت عزام أقدام جنس الأسترالو اللي هي بتاعت جنس لوشي اللي هي الـ STW وحشرحها تاني بالتفصيل فيما بعد STW 573 يعني لقيه فعلاً عزام أقدام استرالوبيسيكاس من نفس طبقة الصخور مع الاسترالوبيسيكاس وليقوها الطابق الشمبانسي وكلام ده تنشر فيه مجلة نيتشر أيضاً استرالوبيسيكاس أفرانسس الوصف الحديث لاكتشاف أربع عزام أقدام من 3 إلى 3.5 مليون سنة يعني نفسه عمر لوسي في ترسيبات في كهف في جنوب أفريقيا تؤكد أن عزام الصباعي الكبير منحرفة يعني زي بالضبط الشمبانسي وتستطيع أن تمسك بيها يعني فروع يعني جنس لوشيكاس بيتنطط على الشجر زي شمبانسي القذب تمسك بيها مثل القيرة ده ده مجلة نيتشر وقادي نص الكلام وقادي الريفرانس قدام حضراتكم على الشاشة وصورتها علشان نعرف ده أثار خطوات ليطولي ودي أثار عظم الإنسان اللي تعمل الخطوات زي ليطولي وده العظم المكتشفة اللي تسيب أثار خطوات زي الشمبانسي فكنا المفروض نلاقيش دي كنا المفروض نلاقي دي لكن ما الانهاش ايه رأيكم؟ لسه مصدقين اللي بيتقدم لأولادكم في علوم التطور؟ والصور البراقة حلوة دي الجميلة اللي زي ما انتم شايفينها دي؟ لسه مصدقينها؟ لسه بتستغربوا ليه أولادكم لما يروحوا الكلية تدريجياً بيبتدوا يضعف الإيمان عندهم؟ عزام أقدام استرالوبيسكس بالفعل تم اكتشافها تشبه الشمبانسي وخاصة القذب ولا تصلح على الإطلاق أن تترك أثار مثل الإنسان وده في أبحاث علمية قولنا كات وونج اكتشاف عزام أقدام استرالوبيسكس يؤكد أن خطوات لايطولي غالباً لم تصنع بواسطة الاسترالوبيسكس شكراً يعني صنعت بواسطة الإنسان الطبيعي يعني الإنسان ما جاش بالتطور قادي نص كلامه قدام حضراتكم وقادي الريفرانس ويه في ساينتيفيك أمريكاً 12 في أغسطس 2005 في نفس الطبقة وفي نفس الزمن عندنا الاتنين أثار أقدام إنسان حنيس طبيعية واحدث منها حاجة بسيطة أثار أقدام لوسي اللي تشبه الشمبانسي بالضبط يقول لنا وليام هولز من هارفالد أن راسل توتلي من جامعة شيكاغو وهو الخبير أطراف الهيمينايد وجد أن كل المعايير اللي أنا قاعدت أقول لها لكم من الطول والوزن والاتساع والسرعة والكلام ده كله للخطوات للأياطولي وبخاصة النسب الأسبع هي بطريقة واضحة أقدام البشر الحديثين هوموسيبيان أنا وأنت ولكن ما وجد من عظام أقدام في أفهار اللي هو مكان لوسي هي بوضوح أقل بكثير من البشر هو شمبانسي هذه الكلام قدام حضراتكم إيه رأيكم؟ لسه برضو مسدقين؟ ده يؤكد أن الإنسان اللي حسب تعبيرهم الحديث اللي هو أقول عليه الإنسان الطبيعي موجود عادي ونوعية القردة زي لوسي اللي تشبه الشمبانسي القزم كانوا موجودين مع بعض في نفس الزمان وده يؤكد أن لوسي لا هي مرحلة تطور ولا غيره هي فقط تنوع زي الشمبانسي القزم عاش بالقرب من الإنسان في الغابات اللي موجود فيها الإنسان لكن عارفين مين الأصر ومصر والأتباعه مصرين حتى الآن أن أثار ليطولي هي بشرية هي لجنس لوسي هو دونالد جوهانسن مكتشف لوسي عشان الدعاية تتم للهيكل اللي هو اكتشفه هو اللي بيقول الكلام ده هو والمؤيدين بتاعه وارجعوا للكلام ده دونالد جوهانسن وقاد الريفرنس الأولاني قدام حضراتكم وقاد الثاني وغيرها كتير جدا بل حتى كتابه نفسه لكن ميري ليكي نفسها مكتشفة الأثر واللي كان جوهانسن في وقتها مساعد لها قبل ما بعد كده يكتشف هيكل لوسي قالت أن كلام جوهانسن ده غلط وقالت أن الدعاء جوهانسن على أن أثار أقدام لايطولي هي أثار أقدام الأستراليبيسكس أفرانسس أنه كلام غير علمي واو ده مش أنا اللي بستخدم التعبير ده ايه رأيكم؟ كلام ده في ساينتيفك ساينس نيوز يعني الموضوع مش علمي ده مش كلام أنا ده مش حكم أنا ادعاء أن أثار خطوات لايطولي لأستراليبيسكس للوسي ده مش كلامي ده كلام ميري ليكي نفسها أشهر مراد لويس ليكي وأم ريتشارد ليكي أشهر عائلة في اكتشاف الحفريات دي ايه رأيكم؟ كل ده كان رأيي شخصي عشان يشهر اكتشافه أكتر رغم كل الأدلة العكسية وحتلقوا المراجع حتى الآن بتقول أثار خطوات لايطولي دي بتاعة لويسي ايه رأيكم؟ بتاعة جنس لوي الغريبة أنهم كانوا يدعوا أن الإنسانيات بعد انتصلت عن القردة بدأ يتطور من ثلاثة مليون سنة وكانوا يدعوا اللي يميزوا أن مخه كان بيكبر هو عبارة عن شمبانزي قزمه وكل حاجة وزي الفل بس بدأ مخه يكبر بالتفارات والانتخاب الطبيعي والحلقات اللي انتوا عارفينها الحلوة دي فازداد زكاء فانتخبته الطبيعة لزكاءه وبدأ يكبر مخه في الحجم وبعدها بدأ يتطور ويكبر جسمه في الحجم ويقف على قدمين وهكاسة وده حتى الأفلام الزمان التوضحية كانت جيب لكم الطريقة دي يفكر ويضع ايده كده هو عامل زي القردة بس بيزداد زكاءه ولمعهاد عينه ويبص للسما ومخه يكبر تدريجيا زي حتى الأغاني بتاعت الأطفال مخه يكبر حتى حتى وبعد كده يبتدي يطول ويبتدي يقف على رجلين أوبس الكلام ده قلبه بالكامل اكتشاف أثار أقدام الإنسان الطبيعي عشان ينسبوها للوسي فقال له إيه؟ لا يبقى الإنسان يطور أول مش من فوق من راسه لا من تحت من رجله ده العكس تماماً فقاله إن الإنسان أولاً بدأ يتطور من رجله وبدأ يقف على رجله بس هو بنفس المخ بتاع الشمطنزي وبعدين بلاش اللهم جعله خير خير الطبيعة جعلته خير اتطور المخ بعدين وكبر لاحق متخيلين حتى تطور بدأ من فين ألبوب الكامل عشان خطوات مزورة بدأ المكان بيتطور من المخ بقي بتطور من الرجل مش بهرج صدقويني ده اللي حصل رغم أن هذا يقف ضد الانتخاب الطبيعي زي ما شرحت سابقاً وفاكرين لما شرحت لكم حكاية هو وحاجلها مرة تانية في الكلام على الوسي أكتر تفصيل عندك قرد زي الولعة زي القرد الشمطنزي والشمطنزي القزمة أول ما يجي نمر فرير على الشجر ولا نمر إيه اللي يلحقوا ده وقوم فجأة يتطور قرد منهم في رجلين فالرجلين تبقى هاه مناسبة للمشي أكتر بس ما يعرفش يجري لسه ما بقتش رجلين بشرية كاملة وفقد خاصية ان هو يعرف يمسك بها فروع الشجر ويتنطط يعني بقي في النص فبقي زي ستة عجوزة العارفة تتنطط على الشجرة زي بقيت الشمطنزي والعارفة تجري على الأرض زي البشر العاديين الحديين دلوقتي ممكن تقولولي الطبيعة بنت الزكاء دي كلها انتخبت الكائن ده ليه وكل ما يجي نمر ولا أسد ولا حيوان مفترس يهجم على القردة دولة كلهم يفروا ولوسي قاعدة مش عارفة تجري لا تتنطط على الشجر ولا تجري على رجليها ممكن تقولولي الطبيعة انتخبتها ليه ده ضد الانتخاب الطبيعي ورغم ذلك هيستمروا ينادوا بالتطور أي مهما لقيوا من أدلة تثبت عدم تطور الإنسان مش هيتنازلوا وحيفضلوا يغيروا في الأدلة ويتنوها ويكذبوا عليها كلها علشان ويبتكروا لها فرضيات خطأ تضد كل الأبحاث العلمية للتم بس عشان تتماشى مع كدبت التطور اللي عمرهم ما هيقبلهم هي غرض ولن يعترفوا بالتفسير الواضح للملاحظات العلمية لأن التفسير الواضح الصحيح يقود لشيء واحد بس التصميم وليس التطور بس ده مش عايزينه لأن التصميم معناها ايه؟ مصمم ومصمم معناها خالق وهو ده اللي رفضينه تماماً وده اللي جدته لكم وقالوه نصاً ايه ده؟ انتوا عايزين نرفضوا تطور إنتوا مجانين؟ لأن الحل الوحيد البديل وده كتبوه في الطبعة في الاحتفال بتاع داروين بعد مرور مئة سنة على نظريت داروين ده كتبوه في الطبعة أن الحل البديل يكون ايه؟ محترف بالخلق؟ انتوا مجانين؟ في مجالة التايمس طبعا ما تقالش بالكلام ده انا بقوله لكم بس مجازاً لكن كتب وقلتها لكم وقاريت لكم الكلام ده اتقال ازاي؟ في مجالة التايمس نشرت ان خطوات دي خطوات انسان انسان حقيقي وليست حلقات وسيطة وده في مجالة التايمس والريفرنس قدامكم على الشاشة دكتور راسل توتلي المتخصص اللي هو يعتبر من اكتر الناس الخبرى في هذا الامر مرة تانية رفض ان يتقال عنها مراحل اثار اقدام مراحل تطور استراليبسكس افرانساس وهو جنس لوسي دي اثار بشرية وقادي نص كلامه مرة اخرى وده برضو تنشر في ساينس نيوز ايضا بحث حديث مجموعة من الخبراء قالوا بعد اكتشاف عظام لقدم افرانساس لجنس لوسي وقالوا ده مسطح زي الشمبانزي مستحيل يترك الاثار البشرية دي بهذا الشكل والقوس وده تنشر في 2010 ولكن حتى لو تنازلنا جدلا لأقصى حد رغم كل اللي انا قلته ده وتمشينا ان معاكز بتانية اثار اقدام لوسي او جنس لوسي رغم ان ده غلط طب فين مراحل تطور الاقدام من الشمبانزي للأقدام البشرية فين؟ ولكن اكمل النهاردة ووظف لكم حاجة زيادة انها ليست اول مرة يكتشف فيها اثار اقدام بشرية لكن البقين يخبوها عندنا كتير جدا اثار اقدام بشرية طبيعية تم اكتشافها في طبقات اقدم من ذلك بكثير وتجاهلوا الكلام عنها ندرس مع بعض وتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في التطور والجيولوجيا الجزء الثالث والثلاثين وكمالة مشكلة الحفريات اللي في غير موضعها اللي درس معنا من زمان واللي رب نديهم طلط العمر والصحة لتحملوا الكلام ده بالكامل وايضا درسنا ادوات الانسان في الطبقات المختلفة والهياكل بتاعة البشر في الطبقات القديمة جدا قبل كول رحلة التطور المزعومة دي ولكن انوي باختصار شديد عارفين التريلوبايت اللي اول ما لقوا حفريات التريلوبايت يقولك اي وقت طبع دي كامبريان ليه؟ اصلا التريلوبايت مميز للكامبريان واللي بيعتبر من اوائل مراحل التطور الكائنات عدد الخلايا المتحركة حسب فرضياتهم اللي مفروض انضافها من 500 مليون سنة او كان عايش من 500 مليون سنة امي لقوا ايه؟ اثار تريلوبايت وانا بتكلم باختصار انا شرحتها في الجزء اللي اتلوكم عليه بالتفصيل يلاقوا اثار تريلوبايت متحجر في حزاء بشري متخيلين يعني انسان ماشي سحق تريلوبايت بجازمته او بالحزاء اللي هو لابسه وتحجرت في الصخور وطبقة ما يختلفوش عليها ان هي من الكامبريان ادي اثار قدم بشري بحزاء بشري من الانواع المميزة القديمة والقالب كان معمول ولما الجزء ده يفيه ايه؟ تريلوبايت من ابتاع الكامبريان اللي ادوبك بيحصل فيه الانفجار الكامبريان وللسفنج بيتحول لكائنات متحركة و ادي صورة بالتكبير شوية صغيرة حزاء بشري تريلوبايت بتاع الكامبريان و ادي مراجع كتير اقدمتها لكم و اشرحت لكم الابحاث اللي تمت و ان زايدة من كامبريان فورميشن اوف وستر نيوتا و القصص الابحاث اللي تمت على هذا الامر و في الاخر يعملوا ايه؟ طب خلاص خلينا نسكت بقى عن الموضوع ده هلية ان يزعج الناس عادي يا راكل المهم بس خدعة التطور تفضل عيشة وتفضل مستمرة كل دي مراجعت كلمة على هذا الامر و ساينس اند ايرث هستوري و كلام ده كله ازاي اصار اقدام انسان و حزاء انسان ده مش لوسي ده انسان لابس جزمة لابس حزاء قديم في طبقة كامبريان من 500 مليون و قدمتلكم فاكرين اللي بعض العلماء عشان يلاقوا مخرج من الملحدين اللي مؤمنين بالتطور عارفة قالوا لكم ايه؟ اللي قالوا انه كائن فضائي جاه بس كان لابس شبس بزنوبة بقى عندنا طبقة واضحة من 500 مليون سنة اثار اقدام حزاء بشري و ترلوبيت طب نعمل ايه؟ من ينفعش نقول بشر يبقى كائنات فضائية جات بيشبش بزنوبة داست على الترلوبيت انا مش بهرج انا قلتلكم الكلام ده فعلا من نص كلام بعض العلماء و اسمهم علماء ايضا في موضوع التطور والجيولوجيا الجزء التاني والاربعين و مشكلة ادوات الانسان في الطبقات القديمة لتثبت خطأ التطور و يقدمته برضو اثار اقدام بشرية اخرى كثيرة غير مكتملة زي بتاعة نيفادا اثار اقدام بشرية عادية بس في طبقات من 225 مليون دا يعني الجد السدي ما كانش لسه جيه اصلا و قاد المرجع لتكلم عنها طب نعمل فيها ايه دي؟ و كل دي ما راجع اتكلمت على هذا الامر ايضا في جزء التطور والجيولوجيا الجزء الاربعين و مشكلة حفريات و ادوات الانسان في الطبقات القديمة و اتكلمت بشيء من التفصيل على اثار خطوات نهر بلاكسي بلاكسي ريفر مهم الحيه المفترض ان يمية ترحيل الاربعين aver 1795 مليون اثار اقدام بشر مع اثار اقدام دا ينسور و طبق متحدد عمرها من 135 مليون سنة اوباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو و حتكلم عنها مرة اضافةpusين أ Oberth Murr 한هو في قسم السابع وأثار أقدام بشرية كتيرة مع الديناصور هذا ميسال بسيط من كتير منها أثار أقدام بلاكسي ريفل وهقدم التفصيلات والأبحاث للدرسة هذه الخطوات أيضا حددت صاحقا اكتشاف دكتور كارل ودكتور دون باتون اللي اكتشفوا أثار أقدام بشرية كتيرة بعضها بجوار أثار أقدام ديناصورات هذه أثار أقدام بشرية مكتشفة لكن الإشكالية الوحيدة السغنانة قوي إنها مع أثار أقدام ديناصورات من مئات الملايين من السنين بس يعني البشر موجود في كل الطبقات الرسوبية لأن الطبقات الرسوبية دي مش فقط لأن أصلا البشر كان موجود قبل ما تتكون طبقة الكامبريان اللي هي بدأها بالطفان فالطفان تكون هذه الطبقات فالإنسان تخلق في أسبوع الخلق وعاش فوق الألف وخمسمائة سنة ولما جه الطفان كون كل الطبقات الرسوبية دي الإنسان كان موجود وعشان كده لما تحصل طبقة وقبل ما تزيد المية ارتفاعا متوليا كان بيمشى على الطبقات وسير أسار قائم أقدامه أيضا أثار الأقدام البشرية لفروسيا اللي تسمى مجازا روشان بلاكسي لتشابهه مع أثار الأقدام في بلاكسي ريفر نفس القصة ولتعود لـ 200 مليون سنة أيضا أثار أقدام البشر في منطقة حفريات ديناصورات في أستراليا وقادي شكلها قدام حضراتكم ودي من البليستوسين والبشر طلهم على الأقل ست أقدام أيضا ما يعرف بطريق أريزونا زي أريزونا تراكس اللي طبقة مهمة جدا واللي يتدعو عمرها مميز من 190 مليون وفيها أثار أقدام بشرية بل كمان عندنا تنوع في الأقدام بعضهم يرتدي حزاء أو نعل وبعضهم ماشيين حفاة جنب بعض أيضا وجود أثار أقدام في نيفادا أو ما يسمى بالكارسون سيتي نيفادا وده تنشر في أمريكان جورنال في ساينس أيضا الأثار بتاعة كينتاكي أو بيريا في كينتاكي وده اكتشف في سنة 1930 وليو تريل يعني خطوات متتالية يمين يسار بعضها أثار إنسان لأصابع القدم الخمسة ظهرين وأعلنت جامعة بيريا في كينتاكي قالت أن هي أثار أقدام لكأن يشبه البشر ما اسمهوش كأن يشبه البشر اسمه بشر هذه أثار الأقدام واضحة قدام حضراتكم بل بعضها كان واقف وأثار الأقدام لتنين يليمين والشمال جنبه بعض والإشكالية أنها في طبع إيه كاربونيفرس الكاربونيفرس دي كمان أقدم من الدينوسورات أيضا كارثة أخرى نشرت بعنوان اكتشاف خطوات بشرية قديمة تضع تحدي لقسط تطور فالعلماء اكتشفوا أثار بشرية في أفريقيا لا في جزيرة أوروبية أقدم من جد جد اللي خليفه جد الإنسان بمليون سنة ليه أردي جد لوسي من 4 و 4 مليون سنة والقدم بتاعته مكتشفة قردة لوسي اللي احنا عارفينها من الأقل من 3 ونص مليون سنة القدم بتاعتها والعظام بتاعته مكتشفة قردة الأثار اللي لقوها في أوروبا من 5 و 7 من 10 مليون سنة والكلام ده أدوبا كان من سنة ونصف فاته كلام ده تنشر فيه 11 سبتمبر 2017 قادي قدام حضراتكم Discovery of Ancient Human-like Footprints Challenge Evolutionary Narrative قصة رواية ألف ليلة وليلة بتاعت الإفليوشن لقيوا أثار خطوات للأسف تضع تحدي لقصة التطور بتاعت الإنسان الكلام ده تنشر ده عنوان تحط كده ده مش كلامي أنا وقادي الريفرنس لو عايزين تتأكدوا منه ايضا اتنشر الكلام ده فين لا تقولوا لا لا سمح الله مجلة مسحية طيب physics.org فصل Footprints Challenge Established Theories of Human Evolution وقادي نفس الأمر والكلام ده 12 في 31 أغسطس 2017 ايه رأيكم وقادي الريفرنس اللي عايز يتأكد او اللينك بتاع المجلة أثار أقدام بشرية طبيعية من 5 و 7 من 10 مليون سنة والمجلة المجلة physics.org بنفسها قالت بوضوح ان ده يضع تحدي لنظريت تطور الإنسان ولا يزالوا بعد كده حيكرروا لكم يقولوا لكم أثار لا يطولي ده بتاعت جنس لوسي ويتنسكوا بالدعاء تطور الإنسان من لوسي ايه رأيكم؟ ده يؤكد لكم ان فرضية تطور الإنسان ما عليهاش أدلة بل الحقيقة يوجد أدلة كثيرة عكسية ضدها تثبت خطأها ورغم ذلك سيستمروا مهما انحصل يلتفوا حوالين الأدلة ويزوروا الحقائق ويحط حوالينها غلاف واقي يحميها من هذا الكم الضخم ومن الأدلة اللي تؤكد خطأها وانا الإنسان ما جاش بالتطور لكن جاي بالتصميم ده مش علم العلم المفروض يكون محطوط على مبادئ زي الأشياء الملاحظة المختبرة المتكررة ده اسمه تغيير الحقائق وتزوير لها عن أصد أو عن عماء فكري مبني على العقيدة الإلحادية هم يخفوا هيكل أي إنسان طبيعي يكتشف في طبق قديم وتكلمنا عنها قبل كده وحتكلم عنها لاحقا بالتفصيل وينسبوه زورا لمرحلة التطور ليه؟ لإثبات أنه الإنسان جيب التطور ولولقوا عزمة إنسان طبيعي حينسبوها زورا لمرحلة من مراحل للتطور عشان يدعوه مرحلة وسيطة رغم أنها عزمة إنسان طبيعي ولما تظهر خطوات إنسان طبيعي أقدم من مراحل التطور حينسبوها أيضا زورا لمراحل التطور وبعد كده عارفين يسألكم ولولكم إيه؟ لو التطور ده غلط والخلق صحيح ليه مش لقين أثار الإنسان وهياكل الإنسان موجودة في الطبقات القديمة لو أنتوا بتقولوا دي كونها الطفان زي ما بتدعوه ما هي موجودة وكتير لكن أنتوا لماهرين جدا في تزويرها ونسبها للتطور بطريقة كاذبة وجدنا في مناطق اكتشاف هيكل لوسي عزمة ركبة بشرية ونسبوها اللوسي ولقيوا عزمة حود شامبانزي كسروها وحفروها وأعالوا تشكيلها عشان يقولوا دي تشبه البشر ولقينا عزام أقدام بشرية وساق بشرية وزراع بشرية ونسبوها لمرحلة الأسترانوبيسيكاس أنامينسيس وحنعرف لاحقا كمان لقيوا جماجن بشرية بل هياكل بشرية كاملة والآن أثار خطوات بشرية للإنسان الحديث كل دا يؤكد بتبكير بسيط جدا عمر لوسي لهوى تلاتة واثنين من عشر مليون سنة ولا غير وكل دا حفريات كونها الطوفان والإنسان موجود من قبل الطوفان ما يكد لكمش ناكلام دا أن عزام لوسي اللي حندرسها ما هي إلى بقايا هيكل شمطنزي قزم وحطوا عليه رجبة بشرية وعزمة حض مزوارة منحوطة عشان يدعوا مرحلة وسيطة فادعاء تطور الإنسان هو فقط خدعة وخيال أما الحقيقة العلمية نمتلك أجناس قردة مستقلة مميزة مصممة بدقة ومناسبة بيئدها جدا بعضها حي وبعضها انضفر والإنسان من بدايته مميز وموجود ومستمر هو وحفريات وأثر أقدامه في كل الطبقات ده يؤكد التصميم والخلق واللي بيتعدد من صور للأسف لأولادكم هو فقط خداع لكن لما تقرأ التفصيل وتفضل تدقق في التفاصيل والشيطان في التفاصيل اللي يهم بيعترفوا بنفسهم من الكلام ده كل منها على حدة ده جنس مميز انضفر له ولا جد ولا مرحلة وسيط وبالطريقة دي كون الإنسان جهب التصميم والخلق ياريت تنتبهوا للكلام ده علشان خاطر ولادكم ربنا يبارك